بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثامن من المجالس التكوينية في المسائل النحوية من المسائل المهمة جدا في علم النحو والتي لا يصادف تفاصيلها كثير من الخائضين فيه مسألة التنوين سبق معنا حده في المجلس السابق وتصوره كيف يكون في آخر الاسم والآن دونكم بعض أهم أحكامه فالمسألة الأولى أنواع التنوين هي في الجملة نوعان النوع الأول أساسي والنوع الثاني فرعي كثر ما يكون في الشعر وفي ضرورته إذن النوع الأول تحته أقسام القسم الأول تنوين الأمكنية هذا يلحق نوعا من الأسماء وهي ما يسمى بالمتمكن الأمكن لأن الأسماء ثلاثة أنواع متمكن أمكن ومتمكن فقط وغير متمكن المتمكن الأمكن هو الذي تجري عليه حركات التنوين الثلاثة يكون بالضم والفتح والكسر يكون آخره قابلا للتنوين في كل أحواله وليس ينون تارة دون أخرى أو لا ينون فإن كان ينون تارة دون أخرى فهو المتمكن أما إذا حرم التنوين أصلا فإنه غير متمكن ويسمى التنوين الذي يلحق هذا القسم الأول تنوين الأمكنية ولعلك تجده بمصطلح آخر وهو الصرف ويقولون في تعريفه إنه التنوين الذي يلحق آخر الأسماء المعربة المنصرفة ليدلع على خفتها وعلى أنها أمكن وأقوى في الإسمية من غيرها فهذه هي مناسبة تسميته بهذا الإسم تقول مثلا رجل آساد إذن يستثنى من هذا جمع المؤنث السالم فهو لا ينون بالفتح القسم الثاني وهو تنوين التنكير ويعرفونه بقولهم الذي يلحق في الأغلب بعض الأسماء المبنية ليكون وجوده دليلا على أنها نكرة وحذفه دليلا على أنها معرفة يمثل النحات فيقولون مررت بسيب ويه وسيب ويه آخر طبعا من باب الفائدة ما كان يختم بويه مبني دائما على الكسر كراه ويه ونفط ويه وسيب ويه قلنا في التعريف يلحق في الأغلب بعض الأسماء المبنية لأن بعض المبنيات لا يدخلها التنوين مثل كم وحيث فهذه مبنية لكنها لا تنون القسم الثالث من أقسام التنوين وهو تنوين التعويض أو العوض فتارة يقتضي التعبير والبلاغة حذف حرف أو كلمة أو جملة فيحل التنوين هذا محل المحذوف سواء كان كلمة أو حرف أو جملة ويكون عوضا عنه أما بخصوص حذف الحرف يكون فقط هذا في حالتي الرفع والجر وعند الإعراب نقول الكلمة مرفوعة بالضمة على الياء المحذوفة ومجرورة بفتحة نيابة عن الكسرة فوق الياء المحذوفة والتنوين الظاهر في الحالتين عوض عن الياء المحذوفة فتقول جوار وغواش تقول مررت بقاض وجاء ساع وهكذا وأما بخصوص حذف الكلمة يكون التنوين عوضا عنها كثر ما يكون بعد لفظة كل أو بعض وما كان في حكمهما من أمثلة هذا أن تقول مثلا وزعت النقاط على الطلاب فأعطيت كل نصيبه أي كل الطلاب فنابى التنوين في كل على كلمة الطلاب وتقول أعجبتني كل الإجابات غير بعض أي غير بعض الإجابات فنابى التنوين في بعض عن كلمة الإجابات وأما بخصوص حذف الجملة وحلول التنوين عوضا عنها فإنه يكثر بعد كلمة إذ المضافة المسبوقة بكلمة حين أو ساعة أو ما كان في هذا المعنى مما يضاف لإذ ومثال ذلك قولك حضر الشيخ وكنت حين إذ غائبا هذه تقدر حين حضر الشيخ تقول مثلا امتحنت وكان أبي ساعة إذ يدعو لنجاحي تقديرها ساعة كنت أمتحن فنابى التنوين في إذن نابى عن هذه الجمل وطبعا قل مثل هذا في وقت إذ ويوم إذ كقوله تعالى مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أي يوم تزلزل وتخرج أثقالها إلى آخره كل هذا نابى عنه التنوين في يومئذ القسم الرابع وهو تنوين المقابلة وهو تنوين جمع المؤنث السالم لأنه قابل النون التي في جمع المذكر السالم تقول مؤمنون نابى عن هذه النون عند جمعك للمؤنث السالم التنوين فتقول مؤمنات قانتات هذه الأربع قلنا هي الأصلية ثم جاءت أنواع أخرى فرعية ضابطها السماع وكثر ما تكون كما ذكرت في الشعر وفي ضرورته مثال ذلك تنوين الترنم وهو اللاحق للقواف المطلقة وشاهد هذا قول الشاعر أقل اللوم عاذل والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا أصلها العتابة هذا من الشواهد يعني حتى على تنوين الأفعال كما يذكر بعضهم في أصابا وقيل لا إنما شاهد على نون توكيد مخففة أتت على الماضي وقيل هذا التنوين يدخل على الاسم والفعل والحرف وتنوين آخر يذكرونه وهو التنوين الغالي وهذا النوع أثبته الأخفش وقال هو الذي يلحق القواف المقيدة أي التي يكون رويها حرفا صحيحا ساكنا زيادة على الوزن ومن ثم سمي غاليا كقول الشاعر مثلا قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن طبعا وهذا أيضا يلحق الأسماء ويلحق الأفعال من التنوين الذي يذكر وهو تنوين الضرورة وهو التنوين المذكور في المنادة كقول أحدهم سلام الله يا مطر عليها وكقول الآخر مكان يا جمل حيت يا رجل ذكر هذا النوع أشر إليه ابن الخباز في الجزولية وآخر أقسام التنوين تنوين الشذوذ وغايته هو تكثير اللفظ تقول هؤلاء قومك وهذا جاء مسموعا بلا شك هذه المسألة الأولى وهي ما يتعلق بأنواع التنوين المسألة الثانية وهي تحريك التنوين أي متى يتحرك التنوين ولا يصير ساكنة الأصل في التنوين أنه نون ساكنة تسمع ولا تتحرك إلا إذا جاء بعدها ساكن آخر فتحرك بالكسرة لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر كقولك مثلا عند الوصل قل هو الله أحدون الله الصمد وقد تتحرك بالضمة مثل صارخ القائد قائل نقتل العدو مثلا طبعا الصواب أن هنا يجوز هذا وذاك يجوز التنوين بالضم والكسر معا المسألة التي بعد ذلك مما يتعلق بالتنوين متى يحذف التنوين التنوين يحذف وجوبا في مواطن أولها مع وجود أل تقول جاء رجل بالتنوين فإذا أضفت لها أل صارت جاء الرجل ولا يصح التنوين إلا شذوذا الموطن الثاني عند إضافة الكلمة المنونة تقول مثلا جاء رجل المروأة الموطن الثالث أن تكون الكلمة المنونة شبيهة بالمضاف مضاف الشبيه بالمضاف واللفظ الذي اتصل به شيء يتمم معناه ويزيد فائدته طبعا وهذا لابد أن يكون فيه النظر دقيقا في الإعراب لأنه يشتبه تقول مثلا لا أجر للمشرك اشترطوا أن يكون الجار والمجرور هنا صفة وخبر لا النافية للجنس محذوفا أي حاضرة وقيل لا فيها في اعتبار الفتح هنا قيل لا إنما هي مبنية على الخبر الموطن الرابع أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف مثل قام عثمان بالقرآن كله قام عثمان فعثمان مما يبنع من الصرف كما سيأتي الموطن الخامس الوقف على الكلمة المنونة في حالة الرفع أو الجر كما يعلم هذا طلاب التجويد جليا تقول مثلا من عزيز عليم تحذف النون عند الوقف على عليم غفور الرحيم الموطن السادس أن يكون الاسم المنون علما مفردا موصوفا مباشرة بكلمة ابن أو ابنه قولنا مباشرة أي من غير فاصلة بينهما وكلتهما مفردة ابن أو ابنه وليس أبناء وبنات مضافة إلى علم آخر مفرد أو غير مفرد تقول هذا محمد بن زيد هذه هند بنت عتبة هذا يعني كان مجمل ما يذكر في باب التنوين نضبطه ونلخصه ونحفظه لأنه قد لا يأتينا كثيرا فيما سنستقبل من المجالس ونكون قد وفينا الإجابة والكلام عنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد